اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بصوا اشتركوا في القناة 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 ها؟ لا تقوم نايد بسمي كويس بجد انت بهرتني النهاردة انا فرحانة بيك قوي مش قادر يسدق المبلغ الكبير اللي انت تبرعت بيه كله عشان ليوتهم وبعدين تنسيت ان انا بجت واحد منهم بصراحة اللي انا مستغربة يعني ان انت من اسبوع واحد بس كنت هارس هام سلف ايه بيه دي الحقيق بس سبحان العطل وهاب بشكله ما اعرفش اهل كويس ايوه يا ابني ده من اغنى اغنيان صعيد بجد ايوه عائلة كبيرة جدا ربنا جاترنا على الفعل اللي تعرف الرسول بيقولي اني وكافي اليتيم كهتين في الجانب ربنا ينسل حالهم محال يا رب بس فعلا الاطفال دول ملايكة ملايكة بجد يونا ملايكة فعلا ملايكة بجد ايوه يا ربنا ايوه يا ربنا ايوه يا ربنا ملايكة ملايكة ايه يا ربنا ايه يا ربنا انت زعلت اوه طبعا زعلت لا ملتزعلش ملايكة وممكن اطلب منك طلع اتفضل يعني ممكن ما تتكلمش في الموضوع ده ده دلوقتي وبعدين انسيب الأمور كلها تيجي لوحدة ملايكة 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 انا عايزك كل ما تشوفيني تحطي البير فيهم ده عشان بحبه اقولي حاضر العب قوي قبل اي حاجة تطلب لنا اتنين كبدة بدل ما عرفناشنا كلهم بسبب الانم يا عم اطلب كل نفسك فيه الحساب النهاردة عند خالد بيه وانت ما تدفعش ليه ان شاء الله واحد زيك يعني بيشتغل في ثلاث اماكن مختلفة وبدأ بطلق مرتبات اعوذوا بالله اعوذوا بالله وانا عارف ان انا مش هاسلم من قرك اعوذوا بالله انا بجد مش مصدقك انت ازاي تشتغل في جورنان مستقل وجورنان معارضة واخر الليه تشتغل في جريتك او ميا يعني عايز يزو التخل انت مش فاهم يا خالد دي سياسة ودي سياسة تانية خالص يعني ماينفعش الواحد يروح يشتغل في جورنان الصبح يشتم في الحكومة وبعد الظهر يروح جورنان تالي يطبل الحكومة ويسقف لها انت ما عندكش مبدأ انا ما عنديش مبدأ ايو انت اللي مش فاهم حاجة اولا انا باطمرر ثانيا انا بروح ارسم لهم الكاريكاديير واكتب لهم التعليق الساخر عليه واسبهولهم اواخد فلوسي وامشي انت مش متصالح مع نفسك يا عميجة ومش عارف انت عاوز ان الدول ابيض ولا سود رسم ولا كتابة اطبل الحكومة سقف لها ولا اشتن فيها مش هتك نفسك في مليون حاجة ومش هتنجح في ولا حاجة يعني انت شايفة كده؟ ايوه انت شايفة كده؟ وانشاف ان احنا نجيب ثلاثة كبد اسكندراني وثلاثة فخفخينة ونفوض الاشكال داني واللي ايه يا مات يا مات الو 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 ايا طلعت انت فين انا مش شايفك يا ابن يا ابنت انت اللي فيه اوه شفتك اوه شفتك ايه فيل اه اهد li فيه ايه؟ مش هتوسك يا بطالة القنبل اللي انت فيه ده أصلتiye بصراحة مش طاقة البتل اسمها السهم دى خلاص مش طاقاها وبعدين انا بقى معايا فلوس كتير اقعد في المكان اللي يعجبني يعني يعني انت غازا ان اشوفك شقة وقتية اهه انا غريز اقعد لوحدي بصراحة حم، انا شايد انفعتا مع خالط بصي،في واحد تمسة صار صاحبي واوجة ماجدع قوي ممكن ان يبقى عليه دلوقتي هزباط موا تمام اه انتي انتي منه لا الدكتور اللي حسبك على صنف الستان يا سلام ماشي اطلع محضر يا دودور ليه؟ احسن يا شيخ ما تفسكرين ليه ما حاجة عايت لدي انت لسه قفلي عليه؟ وهفضل كده يا بطري والثاني كمان عمرهم هيخاطب لسينا ومن فضلك لو سمحت ما تفردوش علينا فاهم؟ بالصبت يا خالد السلام عليكم هنكون السلام هو الناجة ما كاش ولا ايه؟ هو ماشي اتفاضلنا ده زمانه طاير زمانه بيغرد مع العسفية اه باقولك يا خالد اه انا خدت شقة مفروشة على فكرة اه مسام جالتلي انتي سيبت السكن معا بس بيني وبينك مش طيقه طلعت مقلب والله وانا كمان مش طيق الشجة بتاعتي كرهة بقولك ما تيجي ناخد مكان نعيش فيه ونجيبلك شجة جنبينا عشان نبدا سنب والله فكرة دي فكرة هيلة كمان عشان نبقى كده كلنا جنب بعض وما نقعدش ندور على بعض لو عاوزين نعمل اي حاجة يعني محدش يركز معانا طب عالي سنوك يا جامعة سهام التراحة فين انا بقولي العادة كده بقيت قلطف استنع سهام يا جامعة عاك محبب يتشل دلوقت يا سلام لقينا على بعض جدا مين اللي لقينا على بعض طب نعمل وده بيفكر نبقى اللي مقات عندنا في الغير لازجة ما بحبوش اتعافها اي واحد هتجوز البيت السهم دي هتطلقها فيسبب الوده ربنا هتجم مني يا رب ص otur أه ا hose دلوقتي تيضى العсем نيره ألا بقولي العظيم انت عبيه يا لده دلوقتي سحب لا 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 بسراعه يا خالد انا اتفاجأت يعني ايه تبقى أسهام واقفة معاك و تعمل الحركة دي خليك محضر خير تزعلش منه انا قاسي طيب عشان خاطر عماد يعني انسى الموضوع ده خالص عشان خاطر عماد بس طب رايحين فين باجي عندنا النادوى شعري بقولك ايه يلا بينا عشان نلحق معادي النادوى اللات والعجم ده مش هينفع استنى سهاء طب قوليلي النادوى دي فين وامتي انا بس عندي كم مشوار كده عشان بحاول اخد شجة انا والعائل بصحابي عشان عايز ازاكر والتزم عشان اكون عندي حسن ظنه بجد بجد لو بدأت اتفكر بالطريقة دي يبقى انت خلد اللي انا عايز اعرافه بجد يا سامي ايه يا ابني انت لازق يلا ما تنسيش بقى اللي اتفقنا عليها الايه البرفيوم بوسيوم انت تاني انت تاني ايه بس يلو ايه اللي اتفقنا عليه بقى ماجي مش هاسين ضعي وقت افكر بس بمزاجك كل حاجة هتبقى بمزاجك وافش عاك هتبقى غصبا عندي كده خلص يبقى كده اتفقنك ميش يا امر باي 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 بس فا اما حاجة انها تكون شكلة كبيرة وواسعة وتكون جريبة بالجامعة يا عم اقريبة بالجامعة بعيدة بالجامعة ما احنا كل اليوم بنيجي من اخر بلاد المسلمين تو بتتكلموا فيه نتكلم في حوار اننا ناخد شقة مع بعض واننا نحط فيها الفلوس واننا نبقى مع بعضية وعلى فكرة مجد هيك يقعد معانا كويس الفكرة دي اعملوا حصاك واننا رحبقى معاك ايه بتقعد معانا ليه هتسيب بطمك ليلة ابن الاكاب يا اخو ما عزة تتجوز وانا بصراحة مش عايز عايش مع جزمي خلاص يا عم ما تشيلش هام ما تدايقش نفسك هتومك وبجزمك يا عوض معانا وروح انتعم بيدي يا سلام يا خفيف وبعدين يا عم هتبقى مفهن ما حط فيها فلوسنا وحاجاتنا بس لازم بقى تنقو شقة شيك مش زي الشقة اللي كان قاعد فيها لو ساس خالب تلمي نفسك يا جيد عين تعشان اما كتتجوز عاملت بقى جح بس يا عم انت وهو بقى احنا كل مرة انتخنق بص احنا لازم نسكن في عمارة واحدة مع بعض وعلى فكرة دينا عايزة تشيب الشقة اللي هي خدتها الجديدة زهت منها وهتبقى تحت عنينة ناخد لها شقة في نفس العمارة ولو عايزين نظبوتوا الكلام على حق ويبقى كلام اصلي نهي بقى انا وخالد على طولة ونظبط معاك كلام ونهي يا عرب من كرداسة ها ما حاسب يا بقى زاك حاجة مهدي على سهل انا يهبش بالشاجة بتاعتك الليلة الله 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 ايه بس كده في حد ديت لا محدش يجني ولا حاجة بس اللي جيت مطرح جرايب من الجامعة ومطرح اكبر من مكانك شوية طب لو كان كلام ديك ما تزعلش انا هزي اخوك كبير يا عمام ديجنيش ولا حاجة انا عايز امشي عايز الخمس شهور اللي عندك عشان امشي اه طيب بس قص انت افاجئتني وانا جاية اطلب ايد بنتك افاجئتك بايه انا عايز الخمس شهور اللي عندك عشان امشي اديهم للرجل بتاع الشجل جديد طيب طيب بس اما ارجع من الصلاة صلاة طيب مفيش موعد صلاة دلوقت انا عايز الفلوس بتاعتي لصار جاتيلي هنا طيب لو عايز تقعد وتدفع الي جارت بالشار يا عمام انا ما عايزش ادفع بالزافت انا عايز فلوس دلوقت طيب خلاص انت بالزاق عليه ما اتزعاش تعال اخد فلوسك طراج الغريب انا حاجة مش ممت انا حاجة مش ممت انا حاجة Luo الله ارham 아니야 ترجمة نانسي قنقر ايه ده ايه ده انت مسافر ولا ايه اه مسافر مسافر حتغيب كم يوم بقولي كم سنة كم قرن اني مسافر على طول يا هزني مسافر على طول ليه وما انت مش مرتاح ولا ايه الشيك جريحة تجيل علي راح تجيل اخصى عليك ويكون عليك العشرة والعش والملح وبلبل بلبل بلبل مين هانا نبيلة ما هم بيدلعوني ويصوموني بلبل طب يا ستة واني داخلي ايه دلعوك ولا ينفنوك ايه داخلي في القصة دي طب مش يمكن حد من الاوباش اللي سكنين في العمارة مدايقك انا هنطف كرشو على طول انا اتفاهم معا يا ستة اني اللي هيدايقني اقطع خبرو على طول مش هجيل يالله فالعيد تلاك اشوفوشك على خيلي خلكنا خليك 안돼 وبلاج تزافر ها ايه رقيقك شقة سوبر. لوكس تكييف وتليفون وتلفزيون ودش كم نعمل مجاميان؟ الله حلو طب وإيه السلم ده يا عمومي؟ السلم ده بيطلع على الشقة اللي فوق بس عليها باب حديد والشقة اللي فوق على فكرة فاضية يعني لو أي حد فيكم عايزة أنا تحت الأمر والشقة دي فيها كم تولد؟ كم تولد؟ مارك يا ابن؟ هتحتاجك لمن واحد نعمل بيهم إيه؟ يا ابن أنا كنت قاعد في الفيلا فيها خمسة تولد لجوم كانوا بيعملوها في كبانة واحد كلام بيئة بقى مش عايز بدل ما أعملها معاك والله بس بقى عايزين نعرف نجلين نعمل ايه؟ ريح نفسك الشقة دي فيها حمامين روضة وعخض الله مية مية ولوحد حلو برضو اشجعك بنا يا عم يوسري وعايزين دلوقت نقعد نمضي العجوب بس أنا عايزك يعني تبجحنين معانا شوية عناية عناية للشباب بقولك يا مستر يوسري أي وإحنا طلقين يعني ما قيناش بواب العمارة دي مرفاش بواب وليه لا 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 فيها بس تلاقيه راح بس نجيب كده شوية حاجات للسكان خد بالك احنا طالب اه ما أنا عارف وجايني الشقة دي عشان نذكر بروائل يعني ساعات بنروح نجيب مذكرات ناس بتجيلنا بنروح لناس فاهمنا انت؟ وقلك يا عم يوسري انت راجل اللي شكلك فهيم كده وشواف بص يا برينس حنا عندنا اخوات بنات زي اي حد كده الناس دي هتيجي حبيب طلع ما بيدونا حاجات احنا برضو بنحتاج ناخد منهم حاجات المهم مش عايزين اي عواق بطلع والناس دا من البواب ريح نفسك عم حسنين راجل كبير اول ما بيخش الليل عليه بيدخل قطه وينام والصبح بيتمشول في طلبات السكان وبعد كده يا سيدو بيزبطوه انتو يا قال لما اخذ بقى بهوات انا باخد شهر مقدم وشهر تأمين ما تقلاش من الموضوع دا خدوا التبس دا من عندي يا الله زبط نفسك ايوه السلام عليكم السلام رحمه الله زيك يا بابا عمي ايه وحشني قوي وحشني يا حبيبي عميب وحشني حبيبة اقلبي حبيبة قلبي زيك يا ابي عمي عمي وحشيني مفتاقدك قوي 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 زيك يا عمي عميب فضاء فضاء يا بابا اتفاضي ماشي حبيب ألف الحمده ل على السلام لك وحشيا وادا وانت كمان يا بابا والله احمل ايه يا ايهاب من غيرنا اهو وحيت طبعا ليه ما ارتنيش اكل اخدكم المطار أبوك يا سيدي مش عاوز يتعبك معقولة أتعب وأنا جايل أغلى الناس ربنا يسعي لك يا ابني وأشوفك دايما كده رب في أعلى المراكز كل ده بفضل دعواتك وتشجيعك لي ده أنا دعيت لك دعوة وأنا في الكعبة يا أهاب يا ابني يا رب يجعله من حدك ومن نصيبك بس ناقص حاجة واحدة بس بابوزية ما تدوريش وتلف على الواد الواد عارف مين عرصه وإمتى حيتجوزها ولا هي أهاب بصراحة يا بابا أنا ببقيتش أفكر في الموضوع دا دلوقتي خصوصا بعد ما اختلفت أنا وسوحا يعني ما بقاش عندي رغبة لفكرة الجواز ليه يا أهاب يا ابني ده أنا دعيت وأنا في الكعبة إن ربنا يديني الصحة لحد ما أشيله ولادك عمرة مقبولة إن شاء الله هي أجازتك تنتهي إمتى يا أهاب أنا مسافر بكرة واحتمال أغيب شوية يا بسرعة كده طب استنى بس لما طلع الكاميرا لنا جايبها مخصوص عشان أصورك بيها أصلاك بتبقى عني يا أهاب أحب دايماً أتشوفك قدامي كده وأنت في آخر حلقاتك أصلاك بتوحشني يا وقاهاب ماذاك يا ميجو؟ زيك عامل إيه؟ أنا كويسة أقولي جديد عندك يا أهاب تادي تكتب شوية حاجات أهو يعني يا أهاب وزهل طب كويس أنا عايزك دايما نفسك تكون مفتوحة على فكرة ده هيفرق معك كتير مش حالفة أقولك إيه بس يعني أنا بجد نفسي تفتحيتها ويا عالشغل مش بس عالشغل على الحياة كلها طب ما تفتحاش قابلت أخذ برد طب طب أنا أنا يزار جيته وقت غير مناسب مالاشي مناسب طب استهلا بس ما قولت ليش إيه الجديد يعني أنا كتبت حاجة كده يا رب تعجبك زماني بجد ملكش حق إيه وعا تقولي لأ تهيس وغزار كلام بطال قشتة تمام ده أحلى كلام تخشيلي جد أقولك لأ بجد بجد ملكش حق تقولي كورنيش سميت أراقيش أقولك لأ ملكش حق أعيش في كافية عجبني يا بيه تقولي البيت أقولك لأ بجد بجد ملكش حق إيه وعا تقولي لأ أطبع حلو حلوة بس عجبتني حيلة جميلة جدا وموت وعلى فكرة بقى ده اللي ماشي مع الشباب اليومين دول ودي هتفرق أعجامد قوي بس عايزي لها كده ملحن يعمل لها لحن مطرقة وهجب لها أحسن موزع في مصر يعني بجد عجبتك عجبتني عجبتني إيه عجبتني موت بدرجة كمان النتروس دي بقى من نصيبك أهي طلعا لك علشان أنا هشتري ودفع تمانها دلوقتي امسك لا 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 أهدية خدي أخدي أهدية هابا الهدية بس برضو ما حدش يرفض طبعا إبداعه والفروس طعمها حالا طيب ماشي يا الله ما رجع علي الليدس فلست ما اسم المكان؟ على فكرة أنا أكلمت الناس في برنان الأمل معينا عشان تشتغل وتبدأ التدريب على طولك طب أبدأ التدريب لي ما اشتغل على طول أنا مفلس يا ساني يا حبيبي أولا التدريب عشان تعرف أنت هتشتغل لي سانان إوا هتفتكر أن مهنة الصحافة دي أصلا هتجيب لك فلوس يبقى بلها أحزن ومالاشتغل ليه؟ بلع التدريب وبلع صحافة خلاد أنت محتاج فلوس؟ محتاج كم؟ لا متشكت وبعدين يعني ما أخدش فلوس من حرمة حتى لو موت من الجو حرمة؟ طب يا أخويا أنا غلطانة أيوة غلطانة ما أتكررش الكلمة دي تاني على فكرة أنت مخت متحجرة أساسا ما أقول لك يا البنت دينا فين؟ مش عارفة بقى لي مدة معرفش عنها الحاجة أعمل أتكلمها التليفونة مكفوطة طب من ليه يعرف أتكلم مين؟ أتكلم الويد ماجي ما رحمت الله مش عال الله ألو يا خالد إيه في إيه؟ في إيه؟ لا ما عرفش دينا فيه وما عرفش قفلة تليفونة أيوة ما عرفش إنها قفلة تليفونة وما عرفش قفلة ليه أصلا يا عم إيه 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 إيه؟ شوية هتفتحه يا عم شوية هتلاقي بتكلمك بقولك إيه؟ أنا مشغول دلوقتي هكلمك تاني يا ابنة أنا مهاجرتش ما أنا قاعدة هو ما أنا هنا؟ طيب خلاص هخلص واجيه لك يلا سلام ما تبقاش رزل بقى ما تبقاش رزل يا تيد يا تيد سلام ده صاحبك؟ أه عايزك تعزم كل صاحبك يوم الخميس الجاي هنا على حفلة هيد منادي إيه ده؟ كل سنة طيبة شوفتو؟ عمر دياب هيعمل مسلسل جديد في رمضان اللي جاي وهياخد أربعين مليون إيه يا بنتي الأخبار الأديمة دي؟ ده أنا قريان من أسبوع تعرفي بقى إني تامر هيعمل مسلسل ياخد ثمانون مليون جنيه؟ إيه ده؟ إيه الأرقام المستفزة اللي أنتو بتقولوها دي؟ بس عمر نجم كبير وهيكسر الدنيا طم تامورة كمان زاكي كل الناس بتحبه مفيش وجه مقارنة شوفتو اللي حصل في الدوئة؟ صخرة واقعت دماري التامن بيوت ناس ماتت وناس تحت الأنقاض لحد دلوقتي ما يعرفوش عددهم جار إيه يا جماعة إحنا مش نذاكر ولا إيه؟ إنتو نسيتو إن إحنا عندنا امتحانات أنا ذاكرت لحد دماغي ما قفلت إحنا لازم نشوف اللي بيحصل ده ولازم يبقى لنا فيه موقف يا جماعة ومين اللي معاك يا عشيات يا سهام؟ عمد يا ثاتر تحس نوا بغبغان بيقرر كل كلمة بتقولها سهام بصراحة بقى أنا مع رانيا فلها بتقوله بيقولك واحد صعيدي دلس على واحد فيومي يصاوصا هههههه لا ي perde من لقد طلبين يا نجمة التور إنت طوّل الطلب الأول ينت cabbageة إذا عمل ادودته مع حجزية متجهنة رائحة إذا أملت بيقى أنت د الزرعة! الزرعة! وتمشي حترعى بقى ويبقى كنته بقى صحيح اسمه البلاص يا بلاص ده ما هتدخل الوضاع البلاليسي بقى اللي هتكتب البلاص ده بقى يكتب ايه! ده اللغة الثانية عنده عربي وما عندهش لغة أقول أصلا والنبي يا فنانتنا أنا كل صاحباتي بيحبوكي ملهمش سير أياختي غيرك في الكبارية عليك إيه دي يا خيلا يا الله ناسونا هبا! 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 قال عيش بتخالي بصترا اه بادئنا ياسميني يعني نجمع بتعلم مع كل الأشكال اعمل شوية باي كل ما قد قولت مش نجزنك اين جهد محمد علي الشحيك الشهيرة بسوس و يااله! يااله سلام قعدتكون حالة معي جماعة بستردتنقكم تعالي همدي رأي لعرفك على منتج الألوم الله 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 هاااااااااااى تنتي اللي بتنتي تتنصر ها حاجاتي تتنصر عميل حسنبي ساخير زي حضرتك ماجد مؤلف أهلاني بس حاسة معانا هتكون حاجة تانية خاصة علشان روحك شباب هتحقق معاه حياتك كتير قوي خلي بالك من نجمتنا لو كتبت حاجة ومعجبتهاش هزعل منك اللي انتي صحيحة عندك كم سنة دلوقتي يا اسمينة عمو داس وقال بقى بيتسايل دلوقتي تحب تشربينك؟ انا بقى شرب آخر الليل طب ما ديب انتقف الشعمة بقى يلا بينا اعمل مكالمة وحصار طب يلا 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 اعمل مكالمة وقال بيتسايل كم سنة دلوقتي مكتوب على وش يا هافا يا لها مكتوب على وش يا هافا لا تنسوا يا بضاعة العمر تنسوا يا بضاعة العمر تنسوا يا بضاعة العمر يا ده كل اللي وراه اللي قدام يا بص يا وعهد الله تقب وتختص يا جيب الفلوس يا جيب البضاعة يا إما أقسم بالله العظيم لقامتك أنت مش عايز تسدقني اللي أطلعت في أي عام؟ حد كان قطرني يا سيدي ويظهر أنهم كانوا مبلغين عني أول ما طلقت على نصة الشارع ليه التلاتة طلعوا عليا؟ كنت فاجرهم ناس عديين طلعوا مغبرين والظابط كان واي في الناحية التانية رميت البضاعة وجريت ده فيها تقبيدة يا زميلي يعني أضحي بحياتي عشان كم كيس حشيش كم كيس حشيش؟ كم كيس حشيش؟ كم كيس حشيش يا غبي؟ تشارع عمري؟ ده كل ما عاملوك يا حيواني بص ياه وعهد الله يا إما اجيبوا حاجة يا إما اجيبوا الفلوس فيه يا عم؟ فيه يا سيدي؟ فيه يا عم؟ هو أنا هقف قدام الموليس كمان؟ تعالا قدك للزابط اللي خد مني الحشيش في حاجة يا حسونة؟ في حاجة يا حسونة؟ لو تبع فيلي منهم 18 ناس خلو أوريك برضو يا حسونة كلمة العدل فين يا محكمة عالأرض ولا في السماء قد برهدين تحوتنا وأحنا الأبرياء أحنا اللي دعنا في زمان كل اللي انتشر فيه الرياء كيبير عني الحق دعمه وصغر على الأرض درمه قد برهدين الحق تعمل وصغر على الأرض ترمى هي العدل فين يا محكمة موسيقى هي العدلة قامت صورته والسلم زالت دولته هي العدلة قامت صورته والسلم زالت دولته وبكرة يا مردت عليك يا إنتانيا الهيلة, الهيلة, الهيلة الهيلة حي على العالم العدل عزل منتصر وبالمفيد المختصر العدل عزل منتصر وبالمفيد المختصر رضينا العيون البصر والشعب على الهيلكون إله 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 حي على العالم هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وأقول أعملوا بكرة وصل ما أجملوا لكن بلاشت تفتتوا إله 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 حي على العالم إله 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 إ اشتركوا في القناة